السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حقا جهادا وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعا نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لثوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فارغا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغافة لمن استغاف بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليه مواصلا وابنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا وموائد المستطعمين معزا ومناهل الضماء لديك مترعا اللهم فاستجب دعائي وقبال فنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسني والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي وبثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلا إنك على كل شيء قدير وصل اللهم على محمد وآل محمد